نحن لا نريد أن نعاتب أحد ولا نعطي الدروس لأهل وإنما نحن أخوة فرق بيننا جسم دخيل لا مكان له بيننا أما ما يقوله البعض بأن فتح حدود لن يجب لجزائر والمغرب إلا الشر والمشاكل فهي غير صحيح وهذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة فالحدود المغلقة لا تقطع التواصل بين الشعبين وإنما تساهم في إغلاق العقول التي تتأثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام من أطروحات مغلوطة بأن المغاربة يآنون من الفقر ويعيشون على التهريب والمخدرات وبإمكان أي واحد أن يتأكد من أدم ساحة هذه الإداءات لا سمع أن هناك جالية جزائرية تعيش في البلادنا وهناك جزائريون من أوروبا ومن داخل الجزائر يزورون المغرب ويعرفون حقيقة الأمور وأنا أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب كما لن يأتيكم منه أي خضر أو تهديد لأن ما يمسكم يمسنا وما يصيبكم يضرنا لذلك نعتبر أن أمن الجزائر واستقراره وتؤمان نينة شعبها من أمن المغرب واستقراره والأكس صحيح فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر لأنهما كالجسل واحد ذلك أن المغرب والجزائر يعانيان معا من مشاكل الهجرة والتهريب والخدمات والاتجار في البشر فالعصابات التي تقوم بذلك يعدون الحقيقي والمشترك وإذا أمننا سويا على محاربتها سنتمكن من الحد من نشاطها وتشفيف منابئها ومن جهة أخرى سنتأسف لتوترات الإعلامية والديبلوماسية التي تأرفها العلاقات بين المغرب والجزائر والتي تسيء لصورة البلدين وتترق انطباعا سلبي لاسيما في المحافل الدولية لذا ندعو إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح العالمية